اشتركوا في القناة الى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون اول واحد كي توصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك والتفعيل الجرس ياسين عدلي لن اختار الجزائر كطريق احتياطي ولو اتصلوا بي في سن اصار كما يفعل المغرب لربما تغيرت الامور اغلق ياسين عدلي لعب اسميلانا الايطالي المعارو الى فيورنتينا البابة امام تمتيل المنتخب الجزائري ما اكدا ان الاتحاد الجزائري كان عليه مناقشته في السن اصغر ضاربا المثل بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وقال عدلي في حوار مع السريمر الزاكناني الحقيقة هي ان القرارات التي اتخذها لا اناقشها كثيرا ان شخص يفكر كثيرا ويسأل نفسه وما الى ذلك ووصل احاول اتخذ قراراتي الخاصة وعدم التأثر كثيرا بمن حولي حتى لو سألت ولكن دون ان اسأل كثيرا وتبع من اهداف اللاعب في منتخب فرنسا الاول المغرب على سبيل المثال يقتربون من لاعبهم في وقت مبكر جدا الجزائر تفعل ذلك بشكل اقل واستطرد مصاري كان دائما مع الفرق الشباب الفرنسية لدف هدفي المنتخب الفرنسي وربما كان من الممكن ان يكون الامر مختلفا اذا تم الاتصال بحين كنت اصغر سنا واختتم لن اختار المنتخب الجزائري كطريق اغتياطي احتراما لهم قلت انني ارغب في اللاعب على اعلى مستوى مع فرنسا وهذا لا يعني ان الجزائر في مستوى اقل الفيفا تصدر خبر انصار للمنتخب المغربي بعد الفوز على افريقيا الوسطى من المقرر ان يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم الرابع والعشرين من اكتوبر الجارية تصنيف الشهري الجديد للمنتخبات الذي سيشهد العديد من تغييرته ووفق موقع فوتبول رانكين المتخصص في رصد اخر تصنيفة المنتخبات الاوروبية والعالمية باصدار تصنيف الشهري المنتظر للمنتخبات حيث اوضح ان المنتخب الوطني المغربي سيحقق صعودا في هذا التصنيف بعد تحقيقه فوزين على منتخب افريقيا الوسطى واضف المصدر نفسه ان المنتخب الوطني سيرتقي الى المركز الثالث عشر عالميا والاول افريقيا تجدر الاشارة لان المنتخب الوطني المغربي قد فاز على منتخب افريقيا الوسطى في مبارتي الجولة الثالثة والرابعة من التصفية المؤهلة لكأس افريقيا الفين وخمسة وعشرين بالمغرب بالنتجة خمسة اهداف دون رد في المواجهة الاولى واربعة اهداف لسفر في التانية رقم تاريخي لوليد ريجراجي مع المنتخب المغربي يؤكد الناخب الوطني وليد ريجراجي انه من انجح المدربين الذين تعاقبوا على المنتخب المغربي ان لم يكن افضلهم عبر الاعتماد على الارقام والاحصائيات وحسب موقع ترانسفير ماركت استطاع ريجراجي بلغ فوزه التاسع عشر من اول ثلاثين مباراة مع المنتخب المغربي بعد انتصاره يوم الثلاثة على افريقيا الوسطى باربعة اهداف دون رد وكان ريجراجي قد تعادل في سبعين مباريات وانهزم في اربعة اثنان منهما امام فرنسا وكرواتيا بكأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين وتبقى الارقام منصفة لوليد ريجراجي بالنظر للاستحقاقات التي خضها مع المنتخب المغربي اذ ان مبارياتهم مع الاسود كانت في كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين وكأس امام افريقيا الفين واربعة وعشرين بالساحل العج الى جانب اللقاءات الاخرى في التصفيات سواء الافريقية او المونديال اسمى السحراوي سعيد باول ظهور له مع الاسود اعرب الدولي المغربي اسمى السحراوي لعب نادي ليلة الفرنسي عن صعادته بالظهور لاول مرة بقميس المنتخب الوطني المغربي بعد مشاركته في مباراة يوم الثلاثة امام منتخب افريقي الوسطى برسم الجولة الرابعة من تصفية كأس امام افريقيا المغرب الفين وخمسة وعشرين ونشر السحراوي صورة له من المباراة وارفقها بتعليق جاء فيها سعيد بمباراة الاولى مع المنتخب الوطني المغربي انه شعور رائع ان ابصم على اول ظهور لي واضف شكرا لدعمكم شكرا وجدا يشار الى ان اوسم السحراوي دخل مباراة يوم الثلاثة امام افريقي الوسطى كبديل للزميل عبدالصمد الزلزولي في الدقيقة التاسعة والستين من عمر المباراة بيان من الهلال حول اصابة بونو كشف الهلال السعودي عن اخر تطورة اصابة حريس مرمه المغرب ياسين بونو ويستعد الهلال لمواجهة نظر الفيحة يوم الجمعة على ملعب المملكة ارينى ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورة السعودية وقال الهلال في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيكس ان بونو سيجري مساء الاربع اشعة على موضع اصابته في العضلة الخلفية وتضألت فرص ياسين بونو في المشاركة مع فريقه ضد الفيحة بعد اصابته مع منتخب المغرب وخرج مهن مصابا بعد نصف ساعة من فوز المنتخب المغربي على افريق الوسطى بالنتيجة 5 لسفر ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس امام افريقيا المغرب 2025 إلياس بن صغير يكشف سر تألقها استعينه بهذا الامر اعلن الدولي المغربي إلياس بن صغير لعب نادي مولاكو الفرنسي انه استعان باخصائيا علاج طبيعي خاص لتحسن لياقتي البدنية وصرح بن صغير في وقت سابق ايلا اعمل على التعافي بشكل جيد ولهذا استعنت باخصائي علاج طبيعي شخصي واضف اقضي بعض الفترات بعد الظهر في جلسات العلاج لتحسن حالة البدنية لقد وضعت برنامج خاص للتعافي بافضل شكل ممكن خاصة ان اللاعب كل ثلاث ايام يتطلب مجهودا كبيرا واحتاج للحفاظ على حالة البدنية المتلى الجدر بالذكر النبا صغير لعب دورا كبيرا في فوز المنتخب المغربي على منتخب افريق الوسطى في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من تصفية كأس امام افريقيا حيث السجلات نائية سهمت في فوز المنتخب بنتجة اربع الاستفر تماني منتخبات تضمن الظهور في امام افريقيا 2025 ضمنت تمانية منتخبات الظهور في بطولة كأس امام افريقيا 2025 التي تستطيفها المملكة المغربية في الفترة ما بين الواحد والعشرين من دجمبر 2025 إلى الثامن عشر من يناير 2026 إن شاء الله وحجز المنتخب المغربي ما قعده في نهائية القارية بوصفه صاحب الضيافة في النصحة المقبلة وتأهل منتخب مصر الأكثر تتويجا باللقب بعد فوزيها لموريطانيا بنتجة هدف السفر في الجولة الرابعة كما استعدت الجزائر بتغلبها خارج ديارها على حساب الطوغو بهدف دون رد وصعدت أيضا منتخبات الكاميرون والسينيغال وأنجولا لنهائية القارية بجانب بوركنافاس والكونغو الديمقراطية وتتبقى جولتان في التصفية لمؤهلة إلى نهائية كأس الأمام الافريقيا 2025 وسيتم استكمال التصفيات في التوقف الدولي في للشهر نوامر المقبل إن شاء الله اشتركوا في القناة